البداية بآخر خبر حيث أدانت إذن محكمة سطيفة الإبتدائية رئيس وفق سطيف حسن حمار بخمس سنوات سجنا نافذا بعد الاتهامات التي وجهت إليه بتحايله على خمسة عشر ضحية بخصوص تعاونية أم الحياة لبيع الأراضي كما تم تغريب حمار بغرامة مالية قدرها مليار سنتيم في ضربة موجع للمسؤول الأول عن وفاق سطيف كما برأت ذات المحكمة مسير الوفاق رشيد جرودي في حين تمت إدانة عضو المكتب سرموك كمال بثلاث سنوات سجنا نافذا وناب نادية بخمس سنوات كان هذا آخر خبر المتعلق بحسن حمار رئيس وفاق سطيف الذي أدينه بخمس سنوات سجنا نافذا بعد الاتهامات كما قلت التي وجهت إليه بتحايله على خمسة عشر ضحية بخصوص تعاونية أم الحياة لبيع الأراضي كما تم تغريب حمار بغرامة مالية قدرها مليار سنتيم في ضربة موجعة للمسؤول الأول عن وفاق سطيف كما برأت ذات المحكمة مسير الوفاق رشيد جرودي في حين تمت إدانة عضو المكتب كمال سرموك بثلاث سنوات سجنا نافذا وهناك طرف آخر كذلك ناب نادية أدينت بخمس سنوات